دعات اسرائيل ودول غربية دولاً أوروبية إلى إدراج حزب الله على قائمة ما يسمى الإرهاب بعد أن اتهمت بلغاريا الحزب بالوقوف وراء هجوم استهدف حافلة تقل سياحاً إسرائيليين في مدينة بورغاس الصيف الماضي وقد وجهت بلغاريا عادة الاتهام للحزب استناداً إلى ما قالت إنها أشهر طويلة من التحقيق المتواصل من جهتها أعلنت كندا أن أحد الضالعين في الهجوم يحمل جنسيتها وهو من أصول لبنانية أما رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي فأعلن أن بلاده ستتعاون مع بلغاريا لجلاء ملابسات الهجوم ستة أشهر أو يزيد قضتها بلغاريا وهي تحقق في هجوم استهدف سياحاً إسرائيليين على أراضيها الصيف الماضي خلاصة التحقيق اتهام صريح لحزب الله اللبناني بالوقوف وراء العملية لدينا معلومات بأن حزب الله مولى الهجوم وكان شريكاً فيه فإثنان من الضالعين في العملية هم أعضاء في الحزب ومع ذلك نؤكد على متانة العلاقات بين بلغاريا ولبنان الإعلان كان كفيلاً بتحريك موجة واسعة من ردود الفعل لم تتردد إسرائيل في استغلال الواقع كما كان متوقعاً أريد أن أشكر بلغاريا على التحقيقات التي أجرتها وما أعلنته اليوم كان واضحاً بأن حزب الله مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم أعتقد أن المطلوب الآن من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أن يحدد موقفهما المتردد من الحزب بإدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية الدعوة نفسها وجهتها واشنطن بمطالبتها الاتحاد الأوروبي بأن يحذو حذوها في إدراج حزب الله على قائمة المنظمات التي تصفها بالإرهابية بعد استهدافه أرضاً أوروبية حسب الخارجية الأمريكية كندا وجدت نفسها معنية بالأمر أيضاً فالتحقيقات كشفت أن أحد الضالعين في العملية يحمل الجنسية الكندية إلى جانب الجنسية اللبنانية وأنه لا يزال طليقاً ضغوط قوية إذن انهالت على الاتحاد الأوروبي الذي تحتفظ بعض دوله باتصالات مع حزب الله خاصة فرنسا منذ فترة وإسرائيل تحاول أن تدفع الاتحاد الأوروبي لوضع حزب الله على لائحة الإرهاب لائحة المنظمات الإرهابية طبعاً هناك مقاومة إلى هذا الأمر الآن أعتقد بأنها ستعيد هذا الأمر مرة ثانية ستحاول فعلاً أن تقطع كل ما له علاقة بين حزب الله وعواصم معينة مثل باريس تحديداً أزمة جديدة ستكون لها ارتداداتها على الداخل اللبناني منظوراً إلى الأمر من زاوية علاقات القوى في البلاد والثقل الذي يمثله حزب الله فيها رغم خطاب الطمأنة الذي أرسله رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بأن حكومته ستتعاون مع بلغاريا في القضية لكنه لم يكشف عن حدود هذا التعاون وما إذا كان سيصل إلى درجة تسليم متهمين